تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين على إقرار ميثاق العمل الوطني ورفع فيها سموه أسم آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة التي تحتفي بها مملكتنا الغالية والتي تتوجت بتوافق حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وشعب البحرين على الثوابت الوطنية والعمل في إطارها وتقديم المصلحة الوطنية ضمن إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وعهد جلالته الزهر وتابع سموه إنما تحقق لمملكة البحرين من إنجازات عظيمة ومكتسبات وافرة ما هو إلى النزر اليسير من طموحات وأمال حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمواصلة مسيرة البناء والتحديث في المملكة وإن المرحلة المقبلة من تاريخ البحرين ستشهد نقلات نوعية بارزة في العديد من القطاعات الحيوية في المملكة وسيشار إلى مملكة البحرين بالبنان على عظيم تقدمها وازدهارها